موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالله ثقة وأستعين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة لا ينقطع لها عدد ولا ينتهي لها مدد وسلم تسليما كثيرا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي أيها المشاهدون الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونلتقي بعون الله تعالى في حصة جديدة لنستكمل رحلتنا الإيمانية مع آيات سورة الكهف المباركة وقد حدثتنا الآية رقم 54 التي كانت مجال بحثنا في الحصة الماضية حدثتنا عن قضية تصريف الأمثال في القرآن الكريم وحذرتنا من داء من الأدواء التي تصاب بها الأفراد والأمم وهي مسألة الجدال وأخطار الجدال العقيم وتستمر السورة الكريمة في منحاها التربوي والتفقيفي والإعلامي والإرشادي لعباد الله المؤمنين حيث يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا صدق الله العظيم هذه الآية لها اتصال وثيق بالآية السابقة بعد أن حدثتنا الآية السابقة عن قيمة ضرب الأمثال في إقامة الحجة على الإنسان وحذرتنا من خطر الجدال ها هي الآية الموالية تتحدث عن قضية أخرى وهي قضية الاستمرار في العناد والإعراض عن الله تعالى رغم ما قدم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من القصص ورغم ما ضرب من الأمثال ورغم ما حذرنا من شر ومكايد الشيطان ها هو الله تعالى يقول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى كأنه يقول ما الذي يمنع الإنسان من الهدى وأن يتبع صراط الله المستقيم والهدى قيل هو القرآن وقيل الهدى هو الإسلام بأحكامه وشرائعه وأوامر الله تعالى ثم ويستغفروا ربهم أي على ما فرط منهم من الذنوب ومن المعاصي ومن الأخطاء كان أولى بالإنسان حين تبين له الحق مع ما جاء به الأنبياء والرسل من كلام الله تعالى وأحكامه وشرائعه أن يبادروا إلى الطاعة والانقياد إلى أمر الله تعالى وأن يبادروا إلى التوبة والإنابة والاستغفار عما فرطوا في جنب الله تعالى لكن من يصر بعد كل هذا البيان وبعد كل هذا الإبلاغ والإعلام يصر مستكبرا كأنه لم يسمع بآيات الله وكأن عقله لم يقبل هذه الأمثلة وهذه البرهين وهذه المعجزات وهذه الأدلة وهذه الخوارق العظيمة كأنهم ألقوا بكل ذلك ظهريا وحجزوا عقولهم عن التفكير ماذا سيكون مصيرهم؟ وماذا سيكون مآلهم بعد هذا البيان؟ وبعد هذا البلاغ؟ بمعنى آخر ماذا ينتظرون من الله تعالى؟ طبعا ينتظرهم العذاب الأليم والمصير المهين هذا ما بشرهم الله تعالى به من خلال قوله إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ما معنى أن تأتيهم سنة الأولين؟ أي أن يأتيهم العذاب فيهلكهم كما أهلك الأمم السابقة الأولين؟ أي الأمم السالفة الأمم السابقة هذا قول وقيل قول أن يأتيهم العذاب بالسيف والمقصود بهم هنا على هذا القول هم المشركون الذين حد فيهم السيف يوم بدر ويوم أحد فصناديد الشرك والوثنية الذين أعرضوا عن أمر الله تعالى كانت عاقبة أمرهم خسرانا مبينا هذا في الدنيا إما بالإهلاك بعذاب الله تعالى كما حدث مع الأمم السابقة وإما أن يموتوا على الكفر والشرك في القتال أو بأي سبب من الأسباب الذي يجريه الله سبحانه وتعالى ثم ينتظرهم العذاب الأشد والعذاب الأبقى وهو عذاب يوم القيامة وهو قوله أو يأتيهم العذاب قبلا أي سيقابلهم العذاب يوم القيامة ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أي هذا ما ينتظر المعاندين وهذا ما ينتظر الجاحدين وهذا ما ينتظر الكافرين سوء العاقبة في الدنيا وفي الآخرة فعاقبتهم إلى دمار ووبال حيث سيموتون على سوء الخاتمة في الدنيا وسيعترضهم سوء المآل يوم القيامة نعوذ بالله من سوء العاقبة وتتضمن هذه الآية الكريمة لون من التوبيخ والتقريع واللوم الشديد الضمني لكل الكافرين ولكل المعاندين الذين لم ينتفعوا بما ضرب الله في كتابه العزيز من الأمثال وبما بيّن في كونه المنظور من آياته وبراهين أعجازه سبحانه وتعالى لم ينتفعوا بإرشاد المرشدين ولا بدعوة الأنبياء والمرسلين لم يحكموا عقولهم لم يفتحوا قلوبهم لتلقي الحق ولتقبل الحق إنما أصروا عنادا واستكبارا على الكفر والعناد ورد الأمر على الله سبحانه وتعالى ولذلك نجد في الآية الموالية ما ينسجم مع هذا السياق قول الله تعالى في الآية الموالية وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِظُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُؤًا صدق الله العظيم هذه الآية تتضمن عدة ملفات ملفات كبرى أيها المشاهدون الأفاضل انظروا معي جزءاً جزءاً من هذه الآية الكريمة أولاً قوله تعالى وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ هذا منهج الله في الدعوة وهذا منهج سائر أنبياء الله تعالى في الدعوة وهذا يذكرنا بقول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعيضة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن منهج الأنبياء جميعاً عليهم السلام أن يدعو أقوامهم برفق وليناً وأن يمزجوا في دعوتهم بين التبشير والتحذير وهذا أفضل منهج للدعاة وللمصلحين وللخطباء ولكل من يدعو إلى الله تعالى فمن يدعو بالتخويف فقط فمنهجه مختل ومن يدعو بالزجر والتخويف فقط منهجه مختل ومن يدعو بالتبشير والبشارة واللين فقط منهجه مختل لابد أن يمازج الدعاة في دعوتهم بعباد الله أجمعين بين التبشير والتحذير قول الله تعالى وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ المقصود به سائر رسول الله الكرام إلا مبشرين ومنذرين والمعنى مبشرين المؤمنين والموحدين والطائعين بماذا يبشرونهم؟ يبشرونهم بمرضات الله عليهم في الدنيا ويبشرونهم بما أعده الله لهم من النعيم والجزائف الجنان وما فيها من الخيرات الحسان هذه البشائر للمؤمنين والقرآن فيه حشد كبير من هذا المعنى وَمُحَذِّرِينَ يعني هم يبشرونهم وينذرونهم الإنذار أي من غضب الله في الدنيا ونقمته وعقابه وسطوته في الآخرة وهذا المسج وهذا المسج يخاطب العقل والقلب والرشد في آن واحد ولكن للأسف طبيعة البشر هي نفس الطبيعة قول الله تعالى وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّةِ مع كامل الأسف الكافرين والمستكبرين والمعاندين والمغرورين هؤلاء يغلب عليهم الجدال والجدال يصدهم عن تقبل الموعظة ولذلك يقول تعالى وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ الذين كفروا ممن مثلا ينكرون وجود الله وينكرون قدرة الله تعالى وينكرون عدل الله تعالى وينكرون الاحتكام إلى شرع الله تعالى هؤلاء الذين يسمون شرع الله بالقصور وأنه يعجز عن إدارة الشؤون الناس العامة هؤلاء يجادلون بالباطل هؤلاء يريدون طمس الحق وها هي الآية الكريمة تخبر عنهم قوله وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ حُجَّتُهُمْ بَاطِلَة دعواهم ظالمة أمرهم كله زيغ عن الحق ولذلك يعطي الله تعالى يعني حقيقة مذهبهم في هذا وعمق غايتهم في هذا حين يقول ليدحظوا به الحق ليدحظوا به الحق فما معنى يدحظ الحق يدحظ هذه من فعل دحظا أي أزلقا يقال دحظت رجله أي زلقت ويقال أرض داحظة أرض لا تستوي عليها الأقدام ويقال دحظت أو دحظت أنت حجته أي أسقط حجته وبيانه فهنا قال الله تعالى ليدحظوا به الحق غايتهم من هذا الجدال ومن هذا التشكيك ومن هذا التزييف ومن هذا التغيير الحقائق غايتهم هي طمس الحق هي إسقاط الحق يعلمون الحق وأن الحق مع أهل الحق يعلمون أن الإسلام هو حق لكن إذا هدد الإسلام مصالحهم وتعارض الإسلام مع أهوائهم وشهواتهم ونزواتهم فهم ينفقون الأموال ويتعبون الأبدان ويطلقون الألسنة لماذا بالحجج الكاذبة غايتهم دحظوا الحق وإزهاقوا الحق وقوله سبحانه وتعالى واتخذوا آياتي وما أنذروا هزئا قوله سبحانه وتعالى واتخذوا آياتي وما أنذروا هزئا أي لم يكتفوا بأنهم يدافعون على الباطن ويريدون دحظة الحق ويريدون طمس الحق يزيدون ويمعنون في كفرهم وعنادهم ومحاربتهم لله تعالى حيث يستهزئون بالله ويستهزئون بآيات الله ويستهزئون برسل الله الكرام عليهم السلام ويستهزئون بالمؤمنين عموما وأعود بكم إلى هذا الجزء من الآية حيث يقول الله تعالى واتخذوا آياتي وما أنذروا هزئا الآيات قيلة هي آيات كتاب الله اتخذوا آيات الله هزئا ولعبا كما ورد في آية أخرى وقيل اتخذوا آياتي أي مظاهر قدرة الله تعالى في كونه سبحانه وتعالى يستهينون بآية الله وبقدرة الله كالمطر وكالريح وكالبحر وكدوران الأرض وكالجبال وكالجبال الراسيات وكخلقه للإنسان وكخلقه للحيوان يستهزئون بكل هذه الآيات الباهرات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وكذلك يستهزئون بما أنذروا وما أنذروا هزئا بماذا أنذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وبماذا أنذرهم سائر أنبياء الله ورسوله الكرام عليه السلام أنذروهم عذاب الله ونقمة الله وغذب الله والنار التي قعرها بعيد وحرها شديد ولها أغلال ومقامع من حديد وشراب أهلها الماء الصديد والعياذ بالله يستهزئون بكل ذلك ويسخرون من كل ذلك ولقد ورد في هذا الجزء من الآية هذا المعنى معنى استهزاء وسخرية الكافرين والمشركين والمنافقين يتخذون هذا الأسلوب أسلوب الاستهتار وأسلوب السخرية هو أسلوب من أسليب طمس الحق حسب زعمهم ليضحكوا وليضحكوا الجهلة من حولهم سخرية واستهزاء بالله وبآية الله وبأحكام الله وبرسل الله الكرام وبعموم المؤمنين تأملوا معي قول الله تعالى حين قال في موضع من كتابه العزيز إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين يعني انظروا إلى هذا المشهد الذي يصوره القرآن إن الذين أجرموا ومر معنا معنى الإجرام في آيات سابقة أجرموا في حق الله وأجرموا في حق أنفسهم وأجرموا في حق الناس إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يضحكون ويستهزئون ويصخرون من المؤمنين يصخرون من المصلين ويصخرون من الصائمين ويصخرون من الحجاج والمعتمرين ويصخرون من المزكين يصخرون من الملتزمين بآداب الإسلام وفرائض الله وأحكامه يصخرون من المحجبات يصخرون ممن يحمل السنة نعم وإذا مروا بهم يتغمزون يتغمزون وترى يعني خائنة الأعين تدور بينهم يستهزئون بالتصريح وبالتلميح وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين يتفكهون بسخريتهم واستهزائهم بالمؤمنين وبطمصهم للحقائق لكن هؤلاء لهم يوم مشهود ولهم يوم موعود سيقفون فيه بين يدي الله تعالى وفي موضع آخر سورة المؤمنون يقول الله تعالى وهو يتحدث عن مشهد أهل النار الذين كثيرا ما سخروا من المؤمنين في الدنيا واستهزأوا بأهل التوحيد في الدنيا يقول الله تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون أي بعد أن استقر هؤلاء المستهزئين الكافرين المعاندين المجادلين استقروا في النار ومسهم حرها والعياذ بالله وشديد ألمها استصرخوا وتنادوا وسألوا الله أن يعطيهم فرصة أخرى للإصلاح لتدارك ما فاتهم قوله تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون أي أخرجنا من النار وأعدنا إلى الدنيا فستجدنا من المهتدين المستقيمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اسمعوا إلى الرد قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يذكرهم الله بأعظم جرم يذكرهم الله بأعظم خطيئة وهي استهزاؤهم بأهل الإيمان اسمعوا إلى قول الله تعالى إنه كان فريق من عبادي أي كان في الدنيا فريق من عبادي أي من المؤمنين المنضبطين لأحكام شرعي الملتزمين بأوامري الواقفين عند حدودي إنه كان فريق من المؤمنين يقولون ماذا يقول أهل الإيمان؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين هذه مقالة المؤمنين لا يسألون شيئا غير هذا لا يقولون شيئا غير توحيد الله تعالى وعبادته وذكره وشكره اسمعوا إلى قول الله تعالى حين يقول فاتختموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري استهزأتم بأهل الإيمان وبأهل الطاعة حتى شغلتكم سخريتكم به عن التفكير في وفي حقي وفي ذكري قال تعالى فاتختموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري ينعم وكنتم منهم تضحكون تضحكون على أهل الإيمان في الدنيا تهزأون بأهل الإيمان في الدنيا تضحكون وتستهزئون وتسخرون من الأتقياء الأخفياء الذين يهابون الله ويخافون الله تعالى الذين يأكلون الحلال ويبتعدون عن الحرام الذين يخشون الله بالغيب قال اسمعوا يا إخوة الإيمان وهذه فيها بشارة للمؤمنين ثبتني الله وإياكم على الإيمان يا إخوة الإيمان فيه بشارة للصابرين وإن استهزأ بهم المستهزئون وإن لامهم هؤلاء الأقوام المجادلين ظلما وعدوانا اسمع يا أخي واستمعي يا أختاه قال يقول سبحانه وتعالى فاتختموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تبحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون جعلني الله وإياكم من الفائزين يا إخوة الإيمان هنا دعوة إلى الصبر والثبات على المبدأ وأن نواجه الجدل العقيم بالكلمة الطيبة وبدعوة الخير وبالصبر والحلم على هؤلاء ونسأل الله لهم الهداية أجمعين ولذلك قوله سبحانه وتعالى أعيد الآية وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين هذا منهج الدعوة ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق فضحهم الله تعالى وفضح مؤامراتهم وسوء طباعهم من خلال هذا الجزء من الآية قوله سبحانه وتعالى واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا أي اتخذوا آيات الله استهزاء وازدراء وما أنذروا أي ما أنذرهم الأنبياء والرسل وما ورد في كتب الله تعالى من الحديث عن القيامة والحساب والجنة والنار وهؤلاء يكفرون بكل هذه الغيبيات ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فاعتبروا أيها المؤمنون واثبتوا على ما أنتم عليه من الإيمان ومن كريم الخصال واثقوا بوعد الله تعالى واثبتوا على أخلاقكم الرشيدة الحميدة وزاوجوا في دعوتكم بين البشارة والتحذير فهذا منهج الله إلينا هذا منهجه القويم وصراطه المستقيم جعلني الله وإياكم من الدعاة المخلصين إليه وفتح الله على بصائرنا حتى نستلهم ما منحنا من الدروس والآيات في كتابه العزيز ومن الله علي وعليكم بالتأدب بآداب القرآن والتخلق بأخلاق القرآن إنه سميع قريب مجيب هذا والله تعالى أعلم وهو أجل وأكرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة